السلام عليكم يا كتاكيت. دلوقتي في بانوتا بعثتلي بتقول لي او ليه الامور بيعودوا يتصلوا بيها كتير جدا يعني انا وغدى من المسج بتاعتها وتقول لما يتصلوا كتير وتكوني مش قادرة تردي فيوضلوا يتصلوا يجي مئة مرة والسامحة لهم هتردي يعني هتردي ويكون الاتصال على حاجة تفحب. طيب خليني الاول احكي لكم مواقف كده كان حصل معي انا كنت بدرس في كورس معين والولاد دول كانوا تينيجرس يعني مراقين فكان على الساعة كان المفروض انه هم رايحين في مرة في واحدة من المواقف انه هم كانوا رايحين رحلة وفجأة لقيت على الساعة عشرة بالليل كده واحدة بتتصل بي انا معرفهاش ودي ثلاثة يعني مومة حد من الولاد وبتتصل تقول لي اخد له ياخد معاه فوطة وصابونة وهو رايح المكان ده ولا لا فانا طبعا يعني من كتر منا البلاد مش تغيرة يعني دول دول مثلا ايه داخلين على السنوية عامة فتقولي لي ادي له صابونة ولا لا يعني اللي هو فانا طبعا يعني ده كان اول مرة تعرض لمواقف زي كده فقولت له يعني براحتك مفيش مشكلة فدا كده كان خلاص انا يعني ايه اه اه اتخضيت ورديت والمواقف اتحل روحت لهم بعد كده الكلاس بقى دنيا يوم زعلتهم قلت لهم بص يا جماعة انتم مش شغيرين انتم كبار كلها كم سنة وهتخشوا الجامعة فلما تعوزوا حاجة ما ينفعش ايه نخلي ماما وبابا هم اللي يتصلوا بالمدرس يطلبوه انتم شوفوا كل الاسئلة اللي عندكم وتسألوني في الساشن المرة اللي جاية قبل الرحلة انتم هتجهزوا واحد اثنين تاريتها فتسألوني أنا لكن ما ينفعش إيه وما جبتش بقى صيرة إن مومت فلان يعني أنا برضو إيه ما شرتلوش يعني ما 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 راحتش فضحته في الكورس هو خلاص عارف إن الكلام دوت بيعود عليه هو عشان مومته هو اللي عملت حاجة زي كده فيه أهالي بتبقى أوفر بروتاكتف ده كده إيه موقف موقف تاني آآ لو أصل على نبي كان آآ آآ فيه واحد من الطلاب دول بقى طلاب جامعة يعني آآ في زي في قولة جامعة بس كانوا بياخدوا كورس كده فالطالب دوت كان المفروض إن إحنا آآ بنتقبل زي إيه آآ مرة في الأسبوع فأنا كنت مدياهم الأسايمينز إن هم يعملوها وقال لهم عليها كل حاجة فقبل الساشن الأسبوع اللي هو بقى اللي بعده قبل الساشن بيوم بالليل تمام على الساعة 12 آآ آآ لقيت الولد عمالي يتصل عمالي يتصل عمالي أنا تخضيت يعني أنا أنا تخضيت لأن الولاد دي كانت عايشة في دورمز آآ آآ في الجامعة فأنا قلت لا يحصل لا يكون فيه مصيبة ولا حاجة والولد مش عارف يستنجد بمين فبيتكلمني أنا مسأول رقم ظهرت قصاده ولا حاجة بدن ما يكلم كوردينيتر كلمنا أنا فقلت أرد فرديت فلاقيت الولد بيقول لي آآ أنا بس كنت عايز عرف هو الواجب إيه فأنا كان بالنسبة لي يعني الساعة 12 أنا بنام بدري أساسا فأنا تكلني الساعة 12 بالليل وإنت كان قصادك أسبوع كامل تل ممكن تبعت لي ميل تل ممكن تبعت لي واتساعد إن انت لو في حاجة مش واضحة كان ممكن تسأل صحابك إن انت تيجي تسألني الساعة 12 بالليل آآ عن الواجب بتاع الساشن فأنا قمت قايل له طيب بص يا فلان آآ روح اسأل صحابك ولما نتقابل بكرة ربنا ياسر أصلا بس كنت عايز عارة عامل الواجب دلوقتي ومش عارف إيه وكيه وهم بش حس إن في حال غلط أساسا أساسا ما فيش أي أدنى درجات الكورتسي يعني فأنا قمت قايل له إيه طب لما نتقابل بكرة ودلوقتي اقفل تمام وروح اسأل صحابك وإياك أجي بكرة ألاقيك مش عامل الأساينز فأنا بقول للحاجة دايماً بتهريك أو بتسامة بس في نفس الوقت هم عارفين إن أنا شديدة يعني اللي هو إن أنا قابل أقولها بهزار بس أنا أي مينت فهو لما جالي بكرة اللي هو تاني يوم يعني أنا بقى مسكتهم يا جماعة لو حد عنده مشكلة في الواجب تكتب النوت وإحنا عادي مع بعض في الساشن آآ ممكن تسأل أصدقائك آآ ممكن تبعات لي إيميل أو واتاب بس قبل الساشن بوقتي كافي ألاقي حد فيك وبيتصل باية ساعة نشر بليل عشان يقول لي الواجب مش عارف إيه إنه ودتهم طبعاً درس فيه آآ يعني أوتوف كورتسي إن إحنا ما ينفعش نعمل مع الناس كده وهكذا ده كده موقف فبالتالي أنا كده كأني تعلمت من الموقف اللي قابلي اللي هو إيه لما حد يتصل باية في التليفون وأنا رديت آآ أن اي كان استيت ماي جراوند وإن هو إيه آآ لا يعني مش مش هديك المعلومة يعني شفتو أنا رديت بس برضو مديتوش المعلومة اللي هو كان عايزها لأنه هو ما تصرفش بشكل لائق موقف التالت بقى ده كان مع ولاية قمر آآ آآ هي كنت أوبر بروتكتف على بنتها جداً فالبنت حصل موقف كده معين وهي كانت مع شلة سوق يعني فأنا عقدتهم كلهم والبنت ايه يعني على حد فهمها ان هي كانت شايفة انها مظلومة فمامتها انا خرجة بقى من الجامعة وعملها بقى لقى ايه رقم غريب عمال يتصل قد مئة مرة فعلا واللي هو ايه من خلاص الموبايل قرب يفس الشحن فالموبنا انا ايه رديت بقى في الاختي انا حرفين قعدت في المكالمة دي ربع ساعة بس ربع ساعة انا خد فيهم حق ايه جامل يعني فهي ست داخلة داخلة ايه انا بنتي ما عملتش وما سوتش وان بنتك وايسة وبنتي شاطرة وبنتي 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 فهمتنا بقى ايه سبنا بقى من القضية بتاعت العقاب بتاع بنتك واقعدت تتكلم معي اولا بنتك مش صغيرة ثانيا لما بنتي يكون عندها مشكلة بنتك تيجي تكلمني مش حضرتك اللي تكلميني يعني ان انت تكلميني دوت لا لان بنتك لما هكون في الجامعة ويحصل مشكلة مع الدكتور هو حضرتك اللي هتروح لها هتروحي للدكتور بتاع الجامعة اه لا او اصلا انتتي كده اللي هو ايه احنا نسيب بقى المشكلة الفرعية ونمسك المشكلة الاساسية فان انت ما ينفعش تبقي اي بتعملي كده مع بنتك لان ده مش هيطلعها شخصية قوية اساسا فانا مش بضربهم مش بزعقلهم مش بشتمهم مش بعملهم اي حاجة تخوف فبنتك شايف ان هي ليا حق تيجي تطلب الحق ده مني تقول لي والله انا معمتش واحد اثنين تراتة وده كان سوء تفاهم والوضع كان لقاتي وانا بقى اشوف لو هي ليا حق هديها درجات بتاعتها مالهاش حق هاوضح لها ليه هي مالهاش الحق دوت عشان تبقى فهمة هي درجات دي نقصد هاريه لكن ان انت تتصلي بيا اه وتتصلي بيا كتير قوي كده لغاية ما الموبايل يفصل شح لأ دي حاجة غير مقبولة فبالتالي ان ما فيش اي مشكلة ان لما حد يكون بيتصل يعني بصوا يا كمان احنا ما نقدرش نتحكم في الاكشن بتاعت الناس احنا نقدر نتحكم في رد الفعل بتاعنا في الري اكشن بتاعنا دلوقتي فلان عمال يتصل بيك يتصل بيك يتصل بيك يتصل بيك انت عندك اوبشنز كتير قوي اوع تتخيل بان اتصله ده اكبر مش هو اللي داس على الزرار بتاع اكسبت الكول وفتح وتكلم انت اللي دست على الزرار يبقى انت اللي متحمل نتيجة رد الفعل فبالتالي انت اصادك انك ما تردش اصادك ان ان انت ترد وتقوم اقيله انا مش فاضي دلوقتي بس احبيت ارد عليك بقولك ان انا مش متاح للكلالكلام دلوقتي تقدر تبعاتلي واتساب بمشكلتك حتى لو حاول يتكلم اقوله انا مضطر اقفل دلوقتي انا بس ردت عليك عشان انا موبايلي كان هيفصل شحن بسبب اتصالك المستمر اه كده وخليك حازم تمام وقوله انا همضطر اقفل دلوقتي اه شكرا انت فاهمك تقدر تبعاتلي على الواتساب اي مشكلة عندك مع السلام وتقفل دي طبعا هتطلع من نفخه انا ما بقولكش ان هما كده هيبقوا مبسوطين منك هما هيبقوا ندايقين جدا بس لما تيتفكر فيها حد بيظلمك حد بيعتدي على حقوقك تمام فانت اصادك يا انت تزعل وتشيل في نفسك يا تاخد بحقك وهو يزعل ساعتها يعني انت لما انت معلتش حاجة حرامة انت واحد بيعتدي عليك بيعتدي على حقوقك وانت بتاخد حقك بشكل لطيف ومهزم انت حتى ما اكلمتوش لما قلت لهش ايه لو مش عارف ايه انت اللي زعاق ولا شتمت ولا قلت كلمة اه خرجة ولا اي حاجة انت ببساطة جديدة جدا فاهمتو الوضع وقلت له على طريقة تانية للتواصل وفاهمتو نوع الازى اللي انت تعرضت له ان انت دلوقتي برا ومبايلك لما يفصل شحن انت كده يعني هتبقى في مشكلة مش هتطلع فتشحنه ب فدي كده ايه حاجة نخليها في بالنا اه يعني ده واحدة من المعاملة السيئة اللي ممكن نتعرض لها ان حد يبقى ايه بيتصل كتير وبيكبرنا على الرد في وقت معين وحتى المشكلة دي لها اشكال مختلفة يعني مسلا فيه بنات بتقول ايه اه بعتت لي ان فيه ناس على السوشل ميديا اه بيكتبوا لهم مسلا تعليقات اه فلما ما يردوش عليها يبعط لهم رسالة ويقول لها ايه ده وانت شايف نفسك على ايه انت ما بترديش لي اني مش عارف ايه الناس دي تعملو لها بلو سوشل ميديا اللي تتكلم معاكم بشكل سيء تمام احنا بنتكلم بشكل سيء مش اختلاف وجهات النظر اللي هو انا بوضح وجهة نظري وانت اختلفت فيها فانت بتقول لي والله قبل باسمعها يعني انتي قلتي واحد اثنين ثلاثة انا متفق فيه لكن واحد اثنين ثلاثة انا عندي وجهة نظر تانية وبتوضحها اه على عيني وعلى راسي ممكن اقعد اسمعك ونتنقش كمان لكن ان انت تيجي تتعامل معي بشكل مش كويس بلوك 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 هي هتمشي كده ان انا ما ين اتفعش اقبل بمعاملة سيئة وخصوصا كمان لما تبقى جاية من حد هو معظم الناس اللي تتنمر على السوشل ميديا دي هما ما عندهمش الجرأة ان هما يقولوا نفس الكلام فيس توفيس احنا لو فيس توفيس الناس دي هتبقى عنيها في الارض فبالتالي لازم تبقوا فاهمين ان انتو موقفكم قوي طالما معكم الحق ما بتعملوش حاجة حرام فبالتالي لما ييجي حد يتعد على حقوقكم بشكل مهزب لطيف بدعابة بطريقة رد كده لطيفة تاخدوا حقوقكم وتوضح وللقصاتكم ان انا لا اتقبل مثل هذه التصرف اه بس وتعالوا نشوف بقى لو عندنا مشكلة تانية نرد عليها احنا عندنا كده اه يعني انا حاولت اجمع اه الرسائل اللي بيجي لي اللي برد عليها بشكل يعني اه كل واحد لوحده ففي حاجات كده كانت كامن كتير فانا قلت ايه اجمعها ونحطها كده كفيديوهات على القناة علشان خاطر اه يعني ايه لو في حد بيتعرض لنفس الموقف نبقى برضو ايه اتنقشنا كلنا فيه اه واكتبوا لي في التعليقات لو في اي مشاكل تانية انتم بتوجهوها وانا ما ردتش اه عليها في النوتس اللي اتكلمنا فيها دي اكتبوها لي وان شاء الله ايه نعملها في فيديوهات تانية واشوفكم في الفيديو اللي جاي